الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فهذا هو اللقاء الأخير من لقاءاتنا في تفسير سورة مريض وكان من أواخر ما أخذناه قوله جل وعلا والباقيات الصالحات خير ثواب وخير مرد حيث ذكر الله جل وعلا المرد وهو يوم القيامة يوم الحسرة لأن العباد تردون فيه إلى الله جل وعلا وترد أرواحهم إليهم ثم قال تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا يعرض الله جل وعلا بذكر بعض أهل مكة الذين كان من شأنهم أن يقولوا بأنه لا يوجد بعث ولن يحاسب الناس على أعمالهم ثم بعد ذلك قالوا ولو قدر أن الله جل وعلا بعثنا فإن الله سيعطينا في ذلك اليوم مالا وولدا كثيرين عظيمين كما آتانا في الدنيا وهذا مناسبة ذكر هذه الآيات في هذه السورة فإن السورة قد جاءت في ذكر نفي الولد عن الله جل وعلا فناسب أن يذكر الله جل وعلا عددا من القصص التي تتعلق بالولد من مثل قصة زكريا ومن مثل قصة إبراهيم عليهم السلام فناسب أيضا أن يبين هنا أن الولد لا يصحب الإنسان في جميع أحواله وإنما يصحبه في دنيا إن كان الله جل وعلا قد أصلحه وقد ورد في الحديث أن الوليد بن المغيرة قال لخباب أو وقيل بأنه العاص بن وائل والد عمر بن العاص قال لخباب بن الأرت لما طالبه بسداد دين عليه قال لا والله لا أعطيك حتى تكفر بمحمد فقال لا والله لا أكفر بمحمد حيا ولا ميتا ولا حين تبعث قال ومبعوثون نحن قال نعم قال إذن اتني بعد البعث سيكون لي هناك مال وولد فأعطيك فنزلت فنزلت هذه الآيات العظيمة أفرأيت الذي كفر بآياتنا أي كذب بالعلامات العظيمة والآيات والبراهين الكبيرة الدالة على البعث وقال جهلا منه تجرؤا منه على الله جل وعلا إنني في يوم القيامة سأت مالا وولدا فإنه لما قال خير ثوابا وخيرا مردا قال في ذلك اليوم سيعطيني الله جل وعلا المال والولد فرد الله جل وعلا عليه ببرهان عظيم بسبر أحواله ما الذي يجعلك تقول هذه المقالة هل اطلعت على الغيب فهل عرفت ما سيكون في يوم القيامة وبالتالي تتكلم بذلك أم أنك قد اتخذت عهدا عند الله جل وعلا بأن يعطيك الله سبحانه وتعالى المال والولد في ذلك اليوم فكانت هذه المقالة الساخطة التي يدعي فيها هذا الرجل بأن الله سيؤته يوم القيامة المال والولد مقالة غير مستندة على دليل ليس فيها عهد من الله وليس عند هذا الرجل علم ولا الطلاع بما يكون في يوم القيامة ولذا قال الله تعالى كلا أي بأن كلام هذا الرجل كلام خاطئ لا يمت إلى الحقيقة والصواب بصلة ثم قال سنكتب ما يقول أي سنأمر الملائكة بكتب مقالة هذا الرجل وليحاسب عليها يوم القيامة فيأمر الملائكة بكتبها ثم قال تعالى وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ أي أنه إذا جاء يوم القيامة سنعذبه بأنواع عديدة من أنواع العذاب ونجعل له مدة طويلة في العذاب ونريثه ما يقول أي بأنه لما قال بأنه عنده مال وأولاد سيبقون معه فهذا المال والولد سيفارقه عند وفاته ولن يأتي يوم القيامة بمال ولا ولد وإنما يأتي بمقالاته الفاسدة ودعاواه الكاذبة ولذا قال ونريثه ما يقول أي بأنه يوم القيامة لا يريث ماله ولا ولده وإنما يريث أفعاله وأقواله ومن ذلك مقالته في الاستهزاء في الاستهزاء بأهل الإيمان قال تعالى ويأتينا فردا أي سيأتي هذا الرجل يوم القيامة وحيدا ليس معه مال ولا ولد ولن يأتي بأوشي من أمور الدنيا فسيأتي وحيدا لا ناصر له ثم ذكر الله جل وعلا طريقة هؤلاء الكافرين والمنهج الذي يسيرون عليه فقال واتخذوا أي أن هؤلاء المكذبين المعاندين إنما جعلوا مستند مقالاتهم آلهة من الأصنام والأوثان يعبدونها يظنون أنها تنصرهم وأنها تعزهم وأنهم ينتفعون بها وترفع درجاتهم فكذب الله مقالتهم ورد عليهم في دعواهم فقال كلا سيكفرون بعبادتهم إما أن المشركين سيكفرون بعبادة هذه الأصنام والمعبودات لأنهم في يوم القيامة عندما يعرضون على الحساب يعلمون أن عبادة هذه الآلهة لا تغني عنهم شيئا وبالتالي يكفرون بعبادتها ويتمنون أن لم يكنوا قد صرفوا لها شيئا من العبادة أو أن الله جل وعلا يأتي بهذه المعبودات فتجعلها تجحد عبادة هؤلاء وتقول ما عبدتمونا ويتبرؤون منهم ومن عبادتهم وبالتالي يعلمون أنه لا ناصر لهم في ذلك اليوم وإنما يكونون عليهم ضد أي أن معبوداتهم تشهد عليهم وتكونوا أعوانا يعينون عليهم ويعادونهم وبالتالي تخلو أيديهم من أن يكون هناك مناصر يناصرهم ويكونوا معهم ثم قال تعالى ألم ترى أي أليس من شانك أن تشاهد وتنظر أن أرسلنا أي أن الله جل وعلا قد قدر وخلق بحكم منه الشياطين وأرسلهم أي سلطهم على الكافرين وجعلهم يؤزونهم أزا أي يهيجونهم ويدفعونهم بقوة نحو معاصي الله جل وعلا من خلال جعلهم يطمعون ومن خلال جعلهم يتبعون أهواهم ويسيرون على وساوس الشياطين وتسويلاتهم ولذلك يأتي من يأتي ويظن أن تسويلات الشياطين ووساويسهم إنما هي من اتباع الحرية ومن الرغبة في أن يفعل الإنسان ما يحلو له قال تعالى فلا تعجل عليهم أي لا تستعجل في أمر عقوبتهم ولا يكون من شأنك أن تظن أن الله جل وعلا قد أهملهم وإنما أخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار وبالتالي لا تعجل عليهم أي لا تستعجل في انتظار نزول العقوبة بهم ولا تستعجل في طلب نزول العقوبة فإن المسلمين كانوا يدعونا بأن تنزل العقوبة بهؤلاء الكافرين من أجل أن يستريحوا من شرورهم فقال الله تعالى فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا أي أبقيناهم من أجل أن نعد سيئاتهم وأن نحصي أعمالهم ليعاقبوا عليها العقوبة العظيمة أو أن المراد بذلك أن ما يأتي هؤلاء إنما هو أوقات يسيرة معدودة ولذا قال إنما نعد لهم في الزمان يعني في الزمان عدا وبالتالي لا يوجد إلا أيام قليلة أمامهم كما قال تعالى ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ وذكر الله جل وعلا أنه يعد إنما نعد لهم عدا أي يعد لهم أعمالهم ويعد لهم أنفاسهم ويعد لهم أوقاتهم ليكون ذلك موصلا إلى يوم عقوبتهم في يوم الفصل الذي يفصل الله جل وعلا فيه بين المسلمين وغيرهم ولذا قال يوم نحشر المتقين أي نعد لهم عدا إلى ذلكم اليوم يوم نحشر المتقين وقيل بأن يوم هنا فعل مفعول لفعل محذوف تقديره واذكر يوم نحشر المتقين أي نجمع المتقين أهل التقوى إلى الرحمن وذكر اسم الرحمن ليبين أنه سيرحمهم وبالتالي يدخلهم الجنان فنحشر المتقين إلى الرحمن وفدا أي أنهم بمثابة الوفد والجماعة الذين يفدون على الملوك والعظم الذين لأن الوفود تنتظر أن تلحق بهم الكرامة والإنعام وبالتالي وصف المتقين بأنهم يفدون وفدا ويأتون إلى الله جل وعلا وفدا ثم قال ونسوق أي نسحب و نجر المجرمين و نلجئهم إلى سلوك ذلك الطريقة ونسوق المجرمين أي الذين أشركوا بالله وكفروا به إلى جهنم إلى النار العظيم المحرقة وردى لأن قوله هنا وردى أي بمثابة من يرد على الآبار من أجل أن يشرب بعد أن لحقه من الضمأ ما لحقه كأنهم يأتون سراعا بسبب سوق الملائكة لهم من أجل أنهم كفروا بالله جل وعلا وفيها وفيها معنى آخر ألا وهو أنهم يأتون عطاشا وبالتالي يكونون قد أثر فيهم العطش وبن ثم احتاجوا إلى أن يسرعوا من أجل أن يرفعوا عنهم هذا الضمأ قال الله تعالى لا يملكون الشفاعة أي أن هؤلاء المجرمين لا يملكون شفاعة عند الله جل وعلا ولا يستطيع أحد أن يشفع لهم وقوله لا يملكون كما يشمل المجرمين يشمل المتقين إلا أن بعض المتقين قد جعل الله لهم كرامة منه أن يشفعوا في بعض عباده ولذا قال إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا فرب العزة والجلال يقبل شفاعة بعض العباد الذين يأذن لهم في الشفاعة متى رضي عن المشفوعين كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ويدخل في ذلك كل من كان من أهل التوحيد فإنه يمكن أن تكون الشفاعة من نصيبه ومن ذلك أصحاب الكبائر لأنهم قد اتخذوا عند الله عهدا التوحيد وأعظم به من عهدا فظهر من هنا أن رب العزة والجلال يرد عبدة الأوثان ولا يمكنهم من دخول الجنان ثم ذكر جل وعلا المقالة الشنيعة ألا وهي نسبة الولد إلى الله سبحانه وتعالى فقال وقالوا يعني هؤلاء المعاندون قالوا بأن الرحمن قد اتخذ ولد وهذا يشمل اليهود الذين قالوا عزير ابن الله ويشمل النصار الذين قالوا المسيح ابن الله ويشمل العرب الذين قالوا الملائكة بنات الله وأنكر الله جل وعلا عليهم فقال لهم لقد جئتم شيئا إدا أي بمقالتكم هذه الكاذبة بنسبة الولد لله عز وجل تكونون قد أتيتم مقالة منكرة عظيمة نستغرب من أن تقولوها ولذلك قال تكاد السماوات يتفطرن منه أي أن السماوات العظيمة تكاد من هذا وتوشك من هذه المقالة الشنيعة بنسبة الولد لله عز وجل تكاد السماوات أن يتشققن وأن تتقطع قطعا صغيرة وهكذا تكادل الأرض تنشق فتخصف بهم فيدخلون في ثناياها وتكاد الجبال أن تخر أهدى أي أن تسقط على الأرض وتنطبق عليهم لماذا لأنهم قد قالوا مقالة شنيعة فاسدة باطلة حيث نسبوا إلى الله الولد ومن ثم فإن السماوات والأراضين تفزع من هذه المقالة الشنيعة بنسبة الولد إلى الله وبالتالي خشية من أن يقع شيء من ذلك في الكون وهذه الكلمة أتي بها ليبين الله الله جل وعلا أنه لا يقبل بهذه المقالة الفاسدة بنسبة الولد لله من عنده إيمان بل حتى الجمادات لا تقر بهذه الكلمة وتسخط منها سخطا شديدا وتغضب على من تكلم بها استعظاما لهذه الكلمة وهولا من أثرها وهكذا السماوات والأراضين تكاد أن تتشقق متى سمعت هذه المقالة لأنها مقالة فاسدة ولذا نفى الله جل وعلا عنه الولد فقال سبحانه وما ينبغي أي ما يكون للرحمن أن يتخذ ولدا فالله جل وعلا منزه عن اتخاذ الولد لأنه لا يحتاج إلى من يناصره ولا من يخلفه فهو القوي وهو الخالد سبحانه وتعالى ثم قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض أي جميع ما يوجد في السماوات وجميع ما يوجد في الأرض من المخلوقات ومن الناس كلهم سيأتون إلى الله جل وعلا إلا آت الرحمن عبدا أي سيلتجئون إلى ربوبية الله عز وجل على صفة الانقياد له خضوعا له سبحانه وتضرعا بين يديه ولذا قال عبد أي سيأتون جميعا على صفة العبودية بطاعة تامة وانقياد تام مع ذل وخضوع لله جل وعلا ثم قال لقد أحصاهم أي أن الله قد عرفهم واحدا واحدا وحصرهم وأحاط بهم بحيث لا يتمكنون من الهرب أو أن يسلموا من شيء من العقوبة لقد أحصاهم وعدهم عدا أي عرف أعدادهم وعرف أعداد أعضائهم وعداد أيامهم وأعداد أنفاسهم فإن الله لا يخفى عليه شيء كل شيء عنده بمقدار ثم قال وكلهم أي جميع البشر وجميع الجن والإنس آتيه أي سيحضر في يوم القيامة عند الله جل وعلا وحيدا أي فريدا ليس معه من الدنيا شيء من مال أو من مناصر أو من مناصر يقوم يقوم معه ثم قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا أي سيتفضل على هؤلاء ومن ثم سيحبهم الله وسيجعل في قلوبهم محبة لله وسيزرع محبتهم في قلوب الخلق فضلا منه جل وعلا بدون أن يكون هناك أسباب وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب عبدا قال يا جبريل إني أحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله قد أحببه أحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع ثم توضع له يوضع له القبول في الأرض ومن هنا على الإنسان أن يعلم أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن وأذكر في هذا ويذكر في هذا بقوله سبحانه عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير ومن ثم فإن محبة أهل الإيمان وأهل الصلاح يغرزها الله جل وعلا في قلوب في الناس ولا ينزعها من القلوب إلا نفاق يكون فيها ثم قال تعالى فإنما يسرنا أي شأننا وحالنا أننا سهلنا هذا القرآن ليكون بلغتك اللغة العربية وفي لغة العرب من سعة المقالات وفي لغة العرب من سعة اللسان ما يكون كفاية في استيعاب كلام رب العزة والجلال قال فإنما يسرنا أي يسرنا القرآن وسهلناه بلسانك أي بلغة العرب لتبشر به المتقين أي تخبرهم بالعاقبة الحميدة والأثر الجميل وما يكون لهم من ثواب جزيل وجنان في يوم القيامة وتنذر به قوما لدى أي تخوف أولئك الذين شأنهم المخاصمة والجدال بالباطل بحيث لا يقابلون الحق بالقبول ثم قال تعالى مخوفا لهم وكم أي واذكر الأمم الكثيرة التي أهلكناها قبلهم والهلاك بأن استأصلهم كما أهلكنا قبلهم من قرن أي من أمة من الأمم الماضية فقد أهلك الله جل وعلا قرونا كثيرة بسبب تكذيبهم لرسل الله جل وعلا مع أن هؤلاء الرسل عندهم من الأدلة والبراهين الشيء الكثير ثم قال تعالى هل تحس منهم من أحد أي هذه الأمم المعذبة التي أهلكها الله هل ترى أحدا منهم أو هل تسمعوا كلامه أو تتمكنوا من لمسه أو شمه فهل تحس منهم من أحد أو تسمعوا لهم ركزا فهذه الأمم المعذبة لا تجد منهم أحدا ولا تسمع أي لا يطرق إذنك ركز منهم أي صوت خفي وبالتالي تلك الأمم كما هلكت فإننا نخشى أن تهلك هذه الأمة كما هلكت قبلها من قبلها من الأمم فهذه آيات عظيمة فيها أحكام كثيرة ولعلي أشير إلى شيء من الأحكام التي اجتملت عليها هذه الآيات فأول هذه الآيات وجوب الإيمان بالآيات والدلائل والبراهين التي ينزلها الله جل وعلا والحذر على من كفر بها من سوء العاقبة دنيا وآخرة وفي هذه الآيات أن العبد لا ينبغي به أن يفخر ويغتر بما آتاه الله جل وعلا خصوصا في مقابلة الحق والهدى وفي هذه الآيات أن من ادعى أمرا مستقبليا فلا يخلو ادعاؤه إما أن يكون قد علم بما في المستقبل وإما أن يكون قد أخذ من الله عهدا بأنه سيكون كذا وكذا وإلا فإن مقالته لا تقبل منه قال كلا سنكتب ما يقول أي أن الله جل وعلا سيكتب مقالته وفي هذا دليل على أن جميع كلام بني آدم مسجل عليه لا يخفى عليه شيء منه وفي هذه الآيات أن من أعظم أسباب زيادة العذاب قبث الطوية وفي هذه الآيات أن العبد يحشر يوم القيامة لا يكون معه شيء من ماله ولا شيء من ولده وإنما يأتي فردا ولكن هل ينتفع بماله وولده نقول إن هي أسباب صالحة فإن ذلك سيجعل المال والولد ينفعون والدهم بالدعاء أو بالصدقة أو بنحو ذلك وفي هذه الآيات تحريم اتخاذ آلهة من دون الله عز وجل ووجوب إفراد الله بالعبادة ويدلك على ذلك أن هؤلاء يظنون أن معبوداتهم عندها عز وعندها معزة لأوليائها فكذبهم الله جل وعلا وفي هذه الآيات أن الكافرين يكفرون بعبادة معبوداتهم من دون الله يوم القيامة وهذه المعبودات تنكرهم ولا تقر بهم ولا تسلم لهم أنهم عبدوهم من دون الله جل وعلا وفي هذه الآيات أن العز والرفعة وعلو الشان تكون بالسير على شرع الله وفي هذه الآيات أن أهل الآخرة من الكفار والمشركين يكفر بعضهم بعبادة بعضهم الآخر ولا يسلمون لهم بصحتها وبالتالي في ذلك اليوم يقع نوع من أنواع التضاد والتقابل وفي هذه الآيات أن الشياطين تدفع الكافرين إلى المعاصي دفعا وفي هذه الآيات أن الداعية وصاحب الحق لا ينبغي به أن يستعجل بإنزال العقوبة على من ظلمه أو صد عن سبيل الله ووقف في وجه دعوته وفي هذه الآيات أن المؤمن لا ينبغي به أن يستعجل العقوبات وإنما يعلم ويجزم بأن العقوبة نازلة وأن نصر دين الله ينطلق منه وفي هذه الآيات أن المتقين يؤتى بهم يوم القيام وفدا فيجمعون ليأنس بعضهم ببعض ويأتون في ذلك اليوم كأنهم وفد قد قدموا على بعض الملوك فهم ينتظرون جائزته وفي هذه الآيات أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين شفاعة مثبتة وتكون لمن أذن الله له في من رضي الله عنه وتكون الشفاعة منفية إذا لم يكن شيء من هذه المجالات فيها ولذا قال لا يملكون الشفاعة لأنها شفاعة منفية إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا أي عاهد رب العزة والجلال فهذا سيبقى على عهده ثم ذكر المقالة الشنيعة فقالوا اتخذ الرحمن ولدا ففي هذا بيان وتذكير بموضوع هذه السورة في إثبات أن الله جل وعلا لم يلد ولم يولد وهذا منه جل وعلا وفي هذه الآيات أن نسبة الولد إلى الله نسبة شنيعة ويستحق صاحبها عليها العقوبة الشديدة وفي هذه الآيات بيان ما يمكن أن يحدث في الكون لو عقلت المخلوقات هذه النسبة بنسبة الولد إلى الله ولذا قال تكاد السماوات يعني السبع العظيمة يتفطرن منه أي يتقطع تتقطع السماء من ذلك والخبر ومن تلك المقالة الفاسدة بنسبة الولد لله لقد جئتم شيئا إدى أي حضرتم وإدعيتم مقالة فاسدة شنيعة تكاد السماوات يتفطرن منه من حول هذه المصيبة صارت السماوات توشك أن تتقطع بسبب ذلك وهكذا كادت الأرض أن تنشق وأن تخر الجبال وتسقط وما ذاك إلا لشناعة هذه المقالة التي فيها نسبة الولد لله جل وعلا ولذا قال أن دعوا للرحمن ولدا قال وما ينبغي أي ما يكون للرحمن أن يتخذ ولدا فهذا من الأمور المستعبدة المستبعدة أن يكون عند الله ولد ثم قال وكيف نحتاج إلى الولد وما في الكون كله لنا ولذا قال عنهم إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا فكلهم سيعود إلى الطاعة ويلتزم بذلك وفي هذا أن أهل الباطل لا يستقرون على باطلهم ولا يثقون فيه وفي هذه الآيات أن جميع المخلوقات من بني آدم قد أحصاهم الله جل وعلا وعدهم عدا وفي هذه الآيات مشروعية صلاة وكلهم آتيه يوم القيامة فردا في هذه الآيات الإقرار بأن جميعهم سيتركون سيتركون المحاجة بالباطل وسيدعنون بأنهم أفراد ثم قال تعالى إن الذين آمنوا فيها أن الله جل وعلا ينزل المحبة في قلوب المؤمنين الصالحين ليكونوا محبين له محبين لأولياءه وهكذا يحب ينزل الله تعالى محبة أوليائه في قلوب الناس وكذلك يحبهم الله تعالى وقوله فإنما يسرناه بلسانك فيه أن القرآن عربي وأن القرآن سهل يسير وأنه مجتمل على البشارة للمتقين والنذارة لغيرهم وفي هذه الآيات التذكير بهلاك الأمم السابقة وكيف كانت أمما عظيمة الشأن فريدة في أمورها ومع ذلك أنزل الله جل وعلا بهم الهلاك كما قال وكما هلكنا قبلهم من قرن فالجميع قد هلكوا ثم قال هل تحس منهم من أحد أي هل تسمع لأحد منهم مقالة أو تسمع لهم ركزاء صوتا خفيا ضعيفا فهذا آخر تفسير سورة مريم عليه السلام أسأل الله أن يغفر لها وإن شاء الله في درسنا القادم نتدارس تفسير سورة الكهف بارك الله فيكم جميعا وفقكم الله لكل خير وجعلنا الله وإياكم من الهدات المهتدين هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة